مرحبا برج الميزان أهلا بكم بشكل عام برج الميزان الشخص القادم في طريقك هو شخص حاليا وضع عادي وحاليا وضع بسيط ولكن الطاقة النارية المهمة على القراءة تقولينه هذا الشخص راح يغير مجرح حياته راح يصير لتأثير كبير نجاح كبير في المستقبل وخصوصا في مجال الإعلان هذا شخص ما راح يقبل فقط بوظيفة الأساسية أو وظيفة العادية عنده طموحة مو طموح لا عنده موهبة وهذا الموهبة هي اللي قاعدة تدفع ساعات الطموح لما يدفعنا هي رغبتنا نحن نكون أكثر من شي دي أو ننجح أكثر من شي دي هذا شخص أساسا الحظ أو النجاح قاعد راح يطرق بابه في المستقبل هذا اللي راح أنبهكم عليه حتى لو وقت اللقاء التقيتوا فيه وظيفة عادية أو وظيفة روتينية حرف اسمه عندنا حرف العين وحرف الهاء برجة ممكن يكون من برج الحمل الطاقة النارية واضحة زين الطاقة الترابية أيضا واضحة ممكن يكون جدي أو ثور وقت اللقاء وقت اللقاء راح يكون في سنة زوجية يعني ممكن يكون في 2020 أنا تعتبر سنة زوجية 2022 لأنها سنة زوجية شهر اللقاء أيضا راح يكون خلال شهر أربعة أربعة هو شهر أبريل هذا هو وقت اللقاء أغلب الاحتمالات أن التواريخ راح تكون زوجية في وقت لقاءكم نزل خلنا نشوف مكان اللقاء برج الميزان انت راح تكونون ذاهبين إلى مكان مو جديد عليكم يمكن مجمع، يمكن سوق، يمكن حتى جامعة ممكن يكون أي مكان ولكن هذا المكان جددوا فيه أو ضافوا إليه محل جديد قسم جديد هو بيكون تبع هذا القسم الجديد أو وكلوا إليه عمل بخصوص هذا القسم الجديد ممكن يكون محل جديد في السوق مطعم جديد فيه مكان أنت احتدتوا أن تذهبون إليه قسم جديد افتتحوا في مستشفى قسم جديد كلية جديدة في الجامعة المكان جديد افتتاحه أوكي على الأغلب بيكون هو هناك يعمل أو ينظم عنده وظيفة تنظيمية أنت هناك رايحين لأن هذا مكان أنت ترتادونه بالعادة ليس جديد عليكم وإذا مو أنتوا تترددون إليه فأحد من أهلكم يعني احتمال كبير يكون مثلا برج الميزان ذاهب يوصل أو يرافق أحد إلى الجامعة أحد إلى السوق أحد إلى المستشفى مو شرط أن أنت تكون الشخص الأساسي ممكن أن أنت ذاهب ترافق أحد مواصفات شكله هذا شخص طويل صعب أنك لا تلاحظه لأنه ليس متوسط الطول يميل أنه يكون طويل رشيق جسمه متناسق وقت لقائكم سيكون لابس قميص أبيض أو على الأقل قميص سادة زين جينز أسود هذا الشخص شعره مرتفع يعني شعره ليس منخفض أو خفيف مرتفع يمكن يسوي تسريحه معينة خليه مرتفع أوكي لطيب بالكلام ولكن أيضا كلامه مقتبض يعني كلامه مختصر عنده تقاطع بوجهه صغير السن في العشرينات ولكن في عنده تقاطع في وجهه إذا مو في العشرينات على الأقل بيكون أصغر من شكله لأنه في عنده تقاطع بوجهه المفروض ما تكون ظاهرة عليه في هذا السن إما خطوط الابتسامة لتكون جنب الفم أو في الجبهة في أشخاص حتى عمرهم 14 سنة بسرعة تطلع لهم خطوط الجبهة لأنه دائما يرفعون حاجبهم أو يسوون تعبيرات بالوجه تخلي هالخطوط تظهر عندهم الجبهة أو جنب الآن شنو بعد شعره ليس أسود بني غامق بني غامق وأيضا لون شعره مثل لون عينه هذا الشخص وما في أي ملامح زيادة مميزة عشان أعطيكم إياها بشرتها تميل إلى أنها تكون حضية أو فاتحة ليست سمراء خلنشوف أطباعة هذا شخص جدا في العمل محترف أو لبق عنده تعامل مع الناس ولكن كأنما ما يسمح لهم بسرعة أن يتقربوا منه أو يعني يحط خط واضح حتى لو أنت حاولت تتقرب منه بورج الميزان هو يحط خط واضح ما بين الاحتكاك والتعامل مع الناس وخدمتهم وما بين أني أدخل معاك في علاقة شخصية حذر ياخذ وقته ما يستعجل في العلاقات يحسبها صح أوكي لبق بالتعامل نعم سريع الفهم بس كلامه بطيء بسرعة يفهم بس ياخذ وقت لما يقول كلمة يحسب لكلامه الفحسب ولما يقول الكلام يكون يقصده يحاول أنه ما يجرح الناس بس يقصد كلامه لأنه ياخذ وقته في الكلام أو عشان يرد هذا شخص نوعا ما تقليدي وغير تقليدي في الأكل يحب يأكل شيء قديم شيء قديم وشيء تقليدي مثل التمر يعتمد على الدولة اللي أنتم موجودين فيها شون راح يعتبر الأكل التقليدي هل هو الشاي هل هو الكهوة هل هو الزيتون هل هو التمر هذا راح يعتبر شيء تقليدي وعندنا أيضا حب وجبات الدجاج اللي تكون من المحلات الوجبات السريعة الفاست فود وهذا يعتبر غير تقليدي عنده حب للأكل خصوصا الوجبات السريعة اللي فيها كتلكم فهني عندنا نوع مو من التناقض يجمع القديم والحديث هذا شخص كان له شوفوا ما طلع عند الدنيا بين يوم وليلة حاول في مجالات وايد أنه جرب مجالات وايد جرب أنه يلعب كرة ويحترف ما مشى معاه الموضوع أو هو قرر أنه لا يجد نفسه في هذا المجال مجال الكرة أو مجال شيء في الرياضة ممكن يكون سباحة ممكن يكون كرة طاولة وبعدين عندنا أيضا جرب في مجال متعلق بـ هو عنده حب لأشوف الحيوانات الأليفة ممكن يكون الطيور أو الحصان الأحسنة وأيضا فترة من الفترات يشتغل في هذا المجال يبيع ويشتري وحمد الله طلع لنفسه دخل في ذلك الوقت ولكن أيضا تعب سرعة يتعب أو يتملل يجرب الشيء بعدين يتركه فهذا شخص قابل أن تلتقون فيه هو يعمل انزل في هذه الشركة في هذه الجهة هو شخص جرب كذا مجال أخر وهذا أيضا شخص لا يعتمد فقط على وظيفة الأساسية دائما يكون عنده ما بقول لكم مشروع بس عنده دخل ثاني هواية أو عمل شيء يديره حتى يكون حساب انستجرام عنده طاقة إعلامية فممكن هذا الشخص موهبة القادمة اللي رح تطلع خصوصا بعد الزواج ونجاح بيكون فيها هي الإعلام اللي يكون عن طريق الإستجرام ومو إعلام واحد رح يملك عقب فترة كذا حساب في كذا موقع تواصل اجتماعي ويديره وأيضا يدر عليه مدخول من أجل الإعلانات فهذا الشخص لا يعتمد على مدخول واحد فقط نزيل يحب يعتمد على نفسه وأيضا يحب أعمال الخير يعني على دائما ممطر هذا الشخص أن يساعد الآخرين خصوصا هو ليس ثري جدا هو يملك وظيفة وأيضا يملك دخل إضافي وهذا الدخل رح تزيد بعد الزواج نزيل طاقته من الأشخاص اللي بعد الزواج الله يبارك لهم وتزيد لهم في الرزق بس مع ذلك يساعد الناس يعني مثلا لو كان يملك حساب إستجرام بتشوفونا مثلا مرة في الشهر ومرة في الأسبوع ينزل إعلانات مجانية لدعم لدعم منتجات محلية لدعم الأسر المنتجة هاي طاقته ما ينسى الأشخاص المحتاجين وعلى قدر ما الله يؤتيه يساعدهم أن تتعاطف تجاه المحتاجين يمكن أنه في السابق أيضا كان محتاج ماذا سيقدم لك قبل الزواج انزيل هنا نتكلم عن الحسابات المتعددة اللي هو أصلا يديرها غير عن وظيفته رح يقدم لك أشوف تذكرة أو دخول مجاني إلى شيء معين باقي الأشخاص يدفعون من أجل أن يدخلون إليه أو يستعملونه هو رح يقدم لك دخول مجاني محادثات أيضا بعيدة المدى نتكلم عن محادثات الهاتف ولكن المكلفة يمكن هو رح يسافر ويحرص أن يتصل فيكم وهو على سفر هذه المحادثات وأيضا رح دائما يكون يرسلك كل ما بين فترة وفترة يرسلك شيء من اختياره هو شيء جديد يرسله لك عن طريق البريد أو عن طريق مندوب لأن هناك كأنما أنت تفاجئ بإتصال هادفي أن في طلبية أو طرد رح يصل لك إلى برج الميزان عن طريق هذا الشخص رح يفاجئك بهاي الطرق وأيضا من الأشياء اللي رح تصير قبل الزواج هو أن يحرص أن هناك تفاهم بينكم وأن حياتكم تبتدي ببساطة خصوصا في البداية يبقي أن حياتكم تبتدي ببساطة بعيد عن التكلف طاقة برج الثور عندي هنا قوية ما دري ليش الجدي أيضا خلنا نشوف أسرته هذا الشخص حكت الحياة بكير اضطر أن يعتمد على نفسه بكير عنده أخوان و أخوات ما شاء الله لأن احتمال أيضا أبوه أنه متزوج أكثر من مرة فعنده أخوان و أخوات من كل زوجه أوكي هذا شخص أيضا قاعد يعين بشكل شهري يعين أهله يعين المحتاجين ترى هذا ما يبدر في النعمة قاعد يعين المحتاجين يعني مثلا يعطي أمه مبلغ من أجل مصاريف أساسية يدفع مصاريف من أجل أخوته قاعد يدرس أخوانه في الجامعة قاعد يدفع مبلغ عشان مصاريف الدراسة من أجل أخوانه هذا هو نوع الأسرة ليأتي منها فأسرة متكاتفة أسرة إذا انتخذت لها برج الميزان رح تكون جزء منها لأن همومهم رح تصير همومكم فهذا ما عنده طاقة إذا شفت القراءات السابقة ما عنده طاقة أنه أموالي ونعمتي فقط حق نفسي يشرك فيها مو بس أهله حتى الناس وخصوص المحتاجين ما يصرفها من أجل الترفيه يصرفها على المحتاجين فعنده من أهله محتاجين ويعتمدون عليه أصغر مننا أخوه كثير الانشغال ورح يزيد انشغاله النصيب رح يكون شذي رح يزيد انشغاله بعد ما تتعرف عليه بعد ما تدخلون في علاقة مع الوقت كأنه ما يعتمد عليك أنت أن تقوم بالكثير من الأمور لأنه كأنه عندك هذا عمل عندك هذا مصدر رزق يداريهم فيعتمد عليك أنت أن تقوم ببعض الواجبات من أجله ويؤمنك أيضا على الأموال يؤمنك أن نخل هذا المبلغ خل عندك على جم لكن على الأغلب هذا بعد الزواج خلنا نشوف الحنوار رح تعيشوا مع بعض أصلا ما في مكان في بيت أهلهم عشان أنتوا تسكنوا فيهم تسكنوا فيه يعني ما في مجال بيت أهله ما يسمح فهذا الشخص رح يختار مكان قريب من مقر عمله أو مكان بيزنسه أوكي مكان يوفي بالاحتياجات الأساسية عشان يستأجره في البداية لأن في بداية حياتكم الزوجية مع بعض رح تكون في الكثير من التنقل أوكي هذا مكان وين ما يأخذ عمله أنتوا تنتقلون أوكي وفي البداية إيجار الحدمة الله يفتح عليه وصير عندها هاي الدخل لأن حاليا عندها دخل إضافي بس مسألة أن الدخل الإضافي يصير بشكل دائم بشكل يومي يقدر يعتمد عليه على أساسه بعدين يشتري بيت أوكي بس شو دائد حياتكم في الكثير من التنقل ماذا سيحب فيك برج الميزان هذا شخص راح ما ينسى وكفتك معاه أي شيء تتنازل عنه خصوة الأشياء متعلقة بالماديات أي شيء تتنازل عنه وتوقف معاه فيه حتى لو ساعة أهله مثلا وأحسنت لأهله هذه الأمور كلش ما راح ينساها و راح تخليه جدا وفي معاك في المستقبل و جدا متمسك فيك في المستقبل أوكي عكس إذا خطرت طاقة مثلا أن تبث الخلاف مع أهله أو أو تقول له لماذا أنت قاعد تساعد أهلك أنت ما المفروض تساعدهم هاي الطاقة أوكي أي تخلي عن المادة في بداية ارتباطكم و زواجكم راح يأتي بثمار كبيرة في المستقبل مع هذا الشخص أوكي خلنا نتكلم عن الأمور الأولية اللي راح يشوفها فيك و لاحظها و يحبها راح يحب فيك العطر المكرر إذا أنت لأن هذا كأنما شخص يتذكر أوكي ما ينسى فاللي راح يأتي بالنتيجة معه أن أنت يكون عطرك أن أنت يكون عندك عطر ثابت أو هو اللي دائما تستخدمه أو هو دائما اللي يشم فيك أو لاحظه فيك أوكي أحب المكياج الطبيعي اللي ما فيه كثير من الألوان والتصنع والمبالغة أنا أيضا إنسان غيور أوكي و أحب الصوت الهادئ ممكن تصير ممكن تتخلى عن هذا الهدوء لما تكونوا بروحكم مع بعض تماما ولكن أمام الناس أمام أهلاف في الأماكن العام يحب أن تكون صادق هذا خلع حين نسحب كرت نشوفها راح يكون من مدينتك و مدينة أخرى من دولتك و من دولة أخرى ممكن تتخلى عن طريق هذا الشخص يأتي من منطقة أنتو تركتوها من زمان أو منطقة أحد أجدادك يأتي منها مو منطقتك الحالية نعم من نفس الدولة ولكن مو منطقتك الحالية منطقة قديمة يعني مثلا لو كنت أنت من الجنسية مجرد مثال لو كان الحين تكلم عن برج الميزان منذين؟ و برج الميزان هو من الجنسية السورية بصار له فترة طويلة عايش في الأردن فهذا الشخص احتمال كبير أنه يأتي من نفس جنسيتك القديمة مكانك القديم الجنسية السورية و كذلك انطبق الموضوع على نفس المنطقة رح يأتي من منطقة أحد أجدادك كان موجود فيها بس أنتو تركتوها أو مسقط رأسكم منها و أنتو تركتوها الحي اللي يأتي منه هذا الشخص ليس حي راقي لازم يكون صريحة معكم ليس حي ثري ولا حي راقي حي بسيط حي قديم حي ضيق ولكن الجميل والخبر في الموضوع انه شوفوا سبحان الله لله في خلق شؤون لكثير من الأشخاص الله ما يفتح عليهم باب الرس بشكل كبير إلا لما يتزوجون وصيروا عندهم أبناء وهذا هي طاقة الشخص القادم في طريقك فأنت لازم تكون مو بس تقيم الشخص على أساس وضع الحالي تقيمه على أساس احتمالية أنه في المستقبل يصبح أفضل هذه هي برج الميزان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر